موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء آخر مع برنامجنا الإسبوعي قصة الكنيسة في هذا البرنامج نتابع عمل الروح القرص في الكنيسة الأولى في القرن الأول الميلادي لنرى حركة نمو الكنيسة وامتدادها ونتعلم من هذا التاريخ الحي ما ينفعنا وما نتبارك به في أيامنا الحضرة تركيز في هذه الحلقة على الآيات 12 إلى 18 من سفر العمال أصح 2 عن عمل الروح القرص عمل الروح القرص هي سفر الأعمال سفر تاريخي بيحكي قصة الكنيسة الأولى وأحداثها في القرن الأول الميلادي ومنذ يوم الخمسين بنلمح بوضوح شخص الروح القرص روح المسيح وهو بيقول الدفة بقيادة حكيمة جدا جدا عشان كده البعض بيسمي هذا السفر سفر أعمال الروح القرص في يوم الخمسين حقق الرب وعده الآل قبل كده في يحنى 14 في يحنى 14 رب أقدم هذا الوعد المبارك من آية 16 وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكس معكم ويكون فيكم لا أترككم يتامى إني آتي إليكم نؤمن أحباي أن الروح القرص هو الله الرب المحي قدير وغني في عطياه وفي أفعاله يخطئ من يحصر عمل الروح القرص في بعض المواهب الروحية قدرة الروح القرص وعمله متسع جدا جدا وأنا بس النهاردة حابب أعرض معاك بعض الأمور الهامة في عمل الروح القرص هو أولا روح الحق روح الحق رب يسوع قال عنه في يحنى 14 وآية 26 وأما المعزي الروح القرص الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما أقولته لكم يحنى 15 26 ومتى جاء المعزي الذي سيرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينفصق فهو يشهد لي وأيضا في يحنى 16 وآية 13 وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية قبل انسكاب الروح القرص يوم الخمسين كان فيه أمور كتيرة وحقائق عديدة غير واضحة حتى للرسل ويجي الروح القرص علشان يساعدهم يفهموا ويدركوا هذه الأمور الروح القرص ساعدهم علشان يفهموا طبيعة موت المسيح وهدفه الروح القرص منحهم استنارة جديدة ليفهموا نصوص العهد القديم وكيف أن نبوات كثيرة تحققت في المسيح الروح أقنعهم أن يسوع المسيح وحده يكفي لحاجة النفس البشرية وخلاص الإنسان يسجل الوحي الإلهي مواقف واضحة جدا لارتباط الروح القرص الروح الحق بشهادة الرسل ونحبب أذكر البعض منها في هذه اللحظات من فضلك زي مثلا اللي حصل مع بطرس يوحنى في أصحاح ثلاثة وأصحاح أربعة بطرس يقول لهم إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا لأنه بالحقيقة اكتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنت مع أمم وشعوب إسرائيل قبل ذلك اختبر بطرس ملئا من الروح القرص وفي أصحاح تسعة من سفر الأعمال يقول لنا الكتاب المقدس عن بولس ما كان شاول آية 22 وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح أي قوة هذه اللي كان بيزداد فيها شاول هي بالتأكيد قوة الروح القرص قبل الكلام ده يقول لنا في آية 17 امتلأ بولس من الروح القرص إذن هو روح الحق لما بيمتلئ بيه الخادم لما بيمتلئ بيه الكارز بينطق بالحق بيقول الحق الحق الكتاب الصحيح بيقول رسالة الإنجيل بوضوح زي ما شوفنا مع بطلس وحنى وبولس الروح القدس هو روح الحق هو أيضا روح المشورة صفحات الكنيسة الأولى تاريخ الكنيسة الأولى مليئة جدا بمشورات وقيادة الروح القدس أفكرك بعض المواقف في عمال تمانية ما حدث مع فيلوبوس أعمال تمانية آية 26 وآية 29 ثم إن ملاك الرب كلم فيلوبوس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدة من أور الشليم إلى غزة التي هي برية وبعدين فقال الروح لفيلوبوس تقدم ورافق هذه المركبة مشهورة توجيه إرشاد لفيلوبوس إن يذهب ويرافق المركبة اللي فيها الخصي الحبشي علشان يقدم ليه الرسالة لو رحت الموقف آخر في عمال عشرة واللي حصل مع الرسول بطرس الحادثة الشهيرة وذهابوا إلى بيت كرنليوس عمال عشرة آية 19 وآية 20 بينما كان بطرس متفكر في الرؤية قال له الروح هو ذا سلاسة رجال يطلبونك لكن كم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لأني أنا قد أرسلتهم لو رحنا إلى أصح 11 وما حدث مع أغابوس بآية 28 قام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضا في أيامي كوليديوس قيصر عمال 13 وآية 2 كلام هنا عن بولس وبرنابة وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القرس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه كان قيادات وخدام الكنيسة في أنطاكيا يصومون الرب يصومون للرب ويصلون قال الروح القرس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهم ومع بولس فيما بعد في عمال 16 وآية 6 و7 والكلام هنا عن باب الكرازة بعد ما اكتازوا فيه في ريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القرس أن يتكلموا بالكلمة في آسية فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح حتى في الأمور السلبية مشهورة برضو من الروح منعهم الروح لم يدعهم الروح لأنه عنده قصد آخر أن يذهبوا إلى أماكن أخرى بتكلم هنا على روح المشهورة روح المشهورة في أعمال 15 أعمال 15 والكلام عن الكنيسة في أوروشالين ده كلامي عقوب في المجمع المسيح الأول رأى الروح القرس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة كانت الكنيسة كجماعة وكأفراد تقاد بالروح تعتمد على إرشاده على مشهورته وأظن أن الكنيسة النهاردة لا تقل احتياجا بل تزيد عن حاجة الكنيسة الأولى نحتاج إلى قيادة الروح في كل ما نعمل لأجل مجد الله وبنيان الملكوت والروح متاح روح المشهورة مازال متاح لكل من يمتلئ به ويخضع لقياداته ثم الروح القرس هو روح المل روح المل ظهرت سمة المل كثيرا في قيادات والشعب الكنيسة الأولى فمن يوم الخمسين بنقرأ لو رجعت كده من البداية من أصلاح اثنين وآية اربعة وامتلأ الجميع من الروح القرس وبعد كده في أصاح اربعة وآية تمانية بنقرأ أيضا عن تكرار هذا الاختبار ده هنا الكلام عن بطرس امتلأ بطرس من الروح القرس اللي امتلأ في يوم الخمسين وهذا المل غير بطرس وكتار تمتعه بهذا المل لما نقرأ بعد كده في أصاح ستة عن السبعة اللي اختيروا لخدمة المواد وده بيقول لنا حتى اللي بيعملوا خدمة إدارية في الكنيسة يحتاجوا لهذا المل أعمال ستة وآية ثلاثة فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودة لهم ومملؤين من الروح القرس وحكمة فنخيمهم على هذه الحاجة من هؤلاء السبعة نقرأ بصفة خاصة عن استفانوس في أعمال سبعة وآية خمسة وخمسين وهو بيرجم من الأعداء والمضادين وهو ممتلئ من الروح القرس رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله بعد كده في أعمال حداشر بنقرأ عن برنابة وبرنابة كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القرس والإيمان فانضم إلى الرب جمع غفير خدام كنيسة أفسوس في أعمال عشرين وآية ثمانية وعشرين كل ده أحبائي بيكلمنا عن روح المل الروح القرس الذي يملأ بقول لهم الرسول بولوس في أعمال عشرين ثمانية وعشرين احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القرس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه إذن هو روح المل كما أنه روح المشورة وهو روح أيضا القوة روح القوة روح الحق روح المشورة روح المل وهو أخيرا روح القوة لكن حب أن أبر أن روح القوة لأجل غرض لأجل غرض قوة الروح القدس قوة ملء الروح القدس وضح الرب يسوع في الآية المشورة في أعمال واحد ثمانية هدف هذه القوة لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشالين وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض فالقوة لأجل الشهادة وفي أصحة أربعة من أيضا نفس السفر وآية واحد ثلاثين والكلام هنا عن الرسل لما كانوا مجتمعين بيصلوا مع بعض ولما صلوا تزعز على المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة وقدين بن من الارتباط امتلأ يتكلمون بكلام الله بمجاهرة وفي نفس الأصحة آية ثلاثة وثلاثين وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم حبائي لكي نختبر عمل الروح القدس علينا بعض الحقاق المهمة جدا يجب ان ندركها ونختبرها ونعيشها يوم بعد يوم اول حاجة نؤمن انه موجود ويسكن في قلب كل مؤمن حاجة تانية نكون منفتحين وخاضعين لقيته كيف ما يشاء واحد من قضاء اسرائيل المعروفين وهو شمشون قيل عنه كثيرا وكان الروح يحركه في قضاء 13 و14 و15 بنقرأ عنه هذا التعبير كان الروح يحركه احنا محتاجين النهاردة نكون خاضعين لقيادة الروح القدس امر اخر ان نجلس امام الرب في محضره نطلب وجهه ونعلن عن اشتياقنا لعمل الروح هكذا فعلت الكنيسة في ذلك الوقت وقتها يقول الكتاب يفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتوهم اليه ده اعمال 13 وآية 2 حال الكنيسة كان ازاي اشهرت لهذا منذ قليل كانوا يصلون ويصمون كانوا في حال التكريس امام الرب كانوا في محضر الله لوقت طويل وقتها رأى الروح القدس ان ده بيئة مناسبة جدا ان يأتي ويعلن عن خطته وعن رغبته فاعلن افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتوهما اليه علينا ان نقضي وقت كافي مع كلمة الله وندع الروح يشكلنا من خلالها لنشابه صورة المسيح حبائي الملء بالكلمة مرات كتير يعني الملء بالروح لو قريت قفص 5 وكلوسي 3 الكلام هنا في قفص 5 عن الملء بالروح وفي كلوسي 3 عن الملء بالكلمة هتلاقي نفس الشواهد ونفس الظواهر ونفس العلامات ونفس النتائج اللي بتحدث بين الاتنين وكأن الملء بالروح الكلوس هو الملء بكلمة الله على سبيل المثال يقول كده في قفص 5 لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح بعدها مباشرة يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله ولو رحت لرسالة كلوسي أصح 3 من آية 16 تلاقي تقريبا نفس هذه الأمور الأربعة بس في البداية بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغيرا وكأن الروح الكرس عايز يقول لنا إنه الملء بالروح هو الملء بكلمة الله لا أتحدث بالطبع عن الملء فكريا أو زهنيا فقط معين ده مطلوب لكن ملء الحياة ملء الكيان الكلمة اللي بتشكل قراراتنا واتجاهاتنا وتفكيرنا وأقوالنا وخدمتنا أيضا وقتها نقدر نختبر بركات روح الملء اللي هو روح القوة روح المشورة روح الحق صديق المشاهد هذا الروح هو الروح الكائن في وسطنا الآن متاح لك متاح لكل كنيسة لكل شعب الرب لنختبر منه هذه الأعمال الأربعة وهو يكشف لنا عن الحق وهو يمنحنا القوة وهو يعطي لنا إمكانية لحمل الأخبار السارة ولنقل الأمور الرائعة للخارجين وإلى حديث آخر بنعمة الله في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم أستودعك لنعمة الرب والرب معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر